علقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على تقديم بيني جانس العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية انذارا لرئيس الوزراء بنيامي نتنياهو حيث قال إنه سيترك الحكومة ما لم تضع قريبا خطة لمستقبل الحرب في غزة اعتبرت الصحيفة أن انذارا جانس كان بمثابة أحدث علامة على تزايد الضغط على نتنياهو لتطوير خطة ما بعد الحرب إذ يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط متزايدة خارجيا من أقرب حلفاء إسرائيل وهي الولايات المتحدة ومن داخل حكومة الحرب الإسرائيلية لتوضيح استراتيجية التعامل مع غزة في ظل تزايد مشاعر الإحباط حيال نتنياهو